ما هو علاج الحسد؟ كيفية الوقاية؟ الحسد مرض خطير وخبيث وقد يستهينه كثير من الناس بالحسد وأسأل الله أن يكفينا ويكون شرى الحاقدين والحسدين إنه ألي ذلك والقدر عليه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ويقول في رواية في مسند الإمام أحمد إن العين تدخل الرجل القبرة والجمل القدرة تدخل الرجل القبرة والجمل القدرة فالحسد مرض خطير جدا والحسد ولا حول ولا قتل إلا بالله نار الحسد أول ما تأكل نار الحسد تأكل صاحبها تأكل الحسد نفسه لأنه معترض على فضل الله وعلى نعم الله تبارك تعالى على المحسود إيه هو الحسد؟ الحسد تمني زوال النعم عن الغير الحسد تمني زوال النعم عن الغير يعني ترى رجل من الله عليه بالمال تتمنى أن تزول النعمة من عنده ترى رجلا من الله عليه بالعلم تتمنى أن يزول العلم من عنده وهكذا هذا الحسد حرام حرام بل وعده علماؤنا كالحافظ بن حجر وغيرهم من الكبائر عده كثير من علمائنا من الكبائر ولا حول لقوة إلا بالله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هذه صفة خبيثة ذميمة من صفات اليهود من صفات اليهود فلا نبغي على الإطلاق أن يقع المؤمن في مثل هذه الصفات وإنما كن على أقين أن الفضل بيد الله وأن الذي أنعم على أخيك هو وحده القدر على أن يعم عليك فتمنى أن يتفضل الله تبارك وتعالى على أخيك بتمام النعمة وأن يرزقك أنت مثل ما رزق أخيك وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى فالحسد حرام وهو تمني زوال النعمة طب يوم ولكن مش في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث بالصحيحين لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله المال فهو ينفقه أناء الليل والنهار ورجل أتاه الله القرآن فيقوم بأناء الليل ونرأى الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين طيب المعنى هنا تقول الحسد حرام لا الحسد هنا باتفاق علمائنا بمعنى الغبطة بمعنى الغبطة والغبطة ليست حسدا الغبطة بمعنىها أن تغبط إنسانا على ما من الله عليه من المال وهو ينفق أو أن تغبط إنسانا من الله عليه بالقرآن وهو يقرأ أناء الليل وأطراف النهار وتتمنى أن يرزقك الله مثل ما رزقه هذا ما يعرف بالغبطة وليست حسدا محرما والله تعالى أعلم